أكثر من شهر انقضى والجمهورية اللبنانية جسد بلا رأس يقود دفة الحكم وأمام هذا الشغور في الكرسي الماروني الأول وتعثر الأفريقاء السياسيين في الاتفاق على رئيس للجمهورية مبادرة وصفها بالانقاضية من شأنها جعل الدور المسيحي وازنا أطلقها لعماد ميشيل عون المرشح الافتراضي تقضي بتعديل الدستور وتغيير النظام في لبنان من برلماني إلى رئاسي فكيف يقرأ أفريقاء المقلب الآخر هذا الاقتراح؟ عم نحكي بتعديل الدستور عم نحكي بتغيير نظام الطائف ونص عليه عم نحكي بإنتخاب رئيس من الشعب علماً أنه الكل بيعرف أنه في خلل على مستوى التعدادة بين اللبنانيين هل هذا في مصلحة ما يريده وما يرمي إليه العماد ميشيل عون من هذا الاقتراح؟ نعم أو لا؟ كل هذه أنا بتصوها للنقاط بدأ نقاش وتفكير عميق قبل إعطاء موقف واضح ومباشر منه أكيد بده دراسي هذا الاقتراح اللي تفضل فيه الجنرال عون وكمان في أسئلة أخرى بتطرح نفسها ليش ما يجوز على صعيد النواب لا يجوز على صعيد رئاسة الجمهورية يعني إذا ما فينا كمان يكون عم نشتغل عطول بإزدواجية وكأنه كمان عم نعمل اقتراح تعديل دستوري على إياس أشخاص وليس لمصلحة وطن أو ليكون كمان في تمثيل سليم لكل المكونات بالمجتمع اللبناني وتقضي المبادرة البرتقالية أيضا بوجوب أن تنتخب كل طائفة نوابها نجديد مشروع اللقاء الأرثودوكسي اللي هو كان هنا موقف واضح منه برفضه لأنه هذا بيعمل قوقعة للمذاهب وللطواف على بعضها يعني هذا التعايش هذا اللبنان الذي أراده الذين أنشأوه من هذا العيش المشترك ما بين اللبنانيين والتواصل الدائم فيما بينهم هذا الاقتراح بيضربه بينه طبعا إذا كان لقينا أنه في مصلح بهذا الأمر وفي مصلح على الوطن بهذا الموضوع ما لدينا مشكل هل عم بيدعي أنه رئيس مجلس النواب ينتخب من قبل طايفته أو رئيس مجلس الوزراء ينتخب من قبل طايفته أو رئيس الجمهوري ينتخب من قبل طايفته معناته كمان هالإزدواجية بالمعايير بدا توضيح في دستور قائم لبناني اليوم وإذا نحن نحترمه كنواب ونتفضل على مجلس نواب لحتى ننتخب الرئيس العتيد لهذا البلد فينا نكون عم نقدي بهذا الموضوع ونحد من الفراغ اللي ما بيتحملوا البلد هذا في السياسة أما في القانون الفيصل لا أعتقد أن التوقيت ملائم مع احترامي للعماد عون لا أعتقد أن الطرح ملائم رغم أنه ما طرحه حول المناصفة أو حول التوازن في الانتخابات النيابية يعني له أسبابه الموجبة ولكن في الموضوع الرئاسي أعتقد أن الموضوع لا يمكن في لبنان أن نصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من خلال الاقتراع العام لأن في هذا تغيير جوهري للنظام ولا شك أيضا بالميثاقية باعتبار أن الديموغرافيا ليست في مصلحة المسيحيين الجنرال بادر والأفريقاء ردوا ولو ردا أوليا فإذا كنا قد عجزنا حتى الآن عن الاتيان برئيس جديد فهل نقدر والحال هذا على الاتفاق على مبادرة فتحت بحد ذاتها إشكالية جديدة دارين دعبوس قناة الجديد